الآن أبنائي سوف نتحدث عن التمثيل الواسيطي لمستقيم في الفضاء إذن عندنا المستقيم بماذا يعين؟ يعين المستقيم ها هو مستقيم إذا سميناه هذا المستقيم نسميه مستقيم D يعين المستقيم بنقطة من الفضاء أكيد وشعاع توجيه له إذن يعين بنقطة ها هي النقطة وشعاع توجيه له حيث ماذا إذا قلنا أنه عندنا نقطة M هنا ذات الإحداثية أكيد X و Y و Z لأننا نحن في الفضاء يصبح لنا هذا الشعاع أبنائي هذا الشعاع له و A M يوازي ماذا الشعاع E ما معنى كلمة يوازيه أبنائي؟ معناه نقول بكل بساطة معناه نقول A M يساوي T في ماذا في U معناه مرتبطة خطيا حيث T عدد حقيقي عدد حقيقي الآن نتابع نقطة بنقطة يعني ها هو عندنا من الأمثلة نتطر أعطي تمثيل الواسطين D الذي يشمل هذه النقطة و U شعاع توجيه له ليس شعاع نظيمي قلت شعاع توجيه نتابع تصبح لنا X و Y و Z ناقص 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 إحداثيات الـ A ما هي؟ إحداثيات الـ A لا هي صفر صفر واحد تساوي T في مركبات ماذا؟ في مركبات الأول هي واحد 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 و واحد تصبح ماذا أبنائي؟ أي X يساوي و Y يساوي و Z ناقص واحد يساوي هذا في هذا كم T وهذا في هذا كم T وهذا في هذا كم T بكل بساطة الآن نجعل المجاهي اللي وحدهم في جهة يصبح X Y و Z يساوي 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 وعندنا من هذه الجهلية T و T و T ثم عندنا هذا ننقله إلى تفزاء T حيث T ينتمي إلى R هذا هو التمثيل الوسيطي يا أبنائي ثم يتمثيلا وسيطيا نسبة إلى الوسيط هذا ما نسميه الوسيط الوسيط الحقيقي T فقط عندنا كذلك هذه لما تكون عندنا نقطة و شعاع توجيه الآن لما يكون المستقيم ماذا؟ يشمل ماذا؟ الآن أبنائي يشمل نقطة تام ركزوا بنفسكم أن تقوموا بتعيين تمثيل وسيط D فتحة الذي يشمل النقطة B و V شعاع توجيه له معنى تصبح لنا بي أم ركزوا أبنائي بي أم يساوي لنا T فتحة يعني تكلمنا عن T في ماذا؟ في V بنفس الخطة يعني تصبح لكم هكذا X Y Z يساوي 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 لاحظوا يساوي هنا ماذا ما علينا إلا أن نقول هنا تصبح الناقس T يعني ضربوا هذه في T هنا الناقس T وهنا الصفر وهنا زائد اثنان T وهذه القيم نكتبها من هنا ناقس واحد وزائد سفر وماذا؟ وناقس واحد هذا هو حيث T هنا قلت T فتحة عفوا حيث T فتحة هو عدد حقيقي أما لما تكون عندنا مستقيم يشمل نقطتان يشمل نقطتان ها هي النقطة الأولى ونأتي الآن إلى النقطة الثانية هنا النقطة B الآن بماذا يعين؟ يعين بنقطة وشعاع ها هو لاحظوا ما هو شعاع التوجيه أبنائي؟ شعاع التوجيه هو نفسه A B إذن شعاع لما يكون يشمل نقطتان شعاع التوجيه يصبح هو A B ما معناها أبنائي؟ معناها تصبح هكذا نأخذ نقطة هي A نقول A A يساوينا K حيث K هو وسيط حقيقي فيما ذا في A B يصبح X Y Z ناقس 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 إحداثيات A ها هي أبنائي اللي هي واحد واحد وهنا نقس واحد تصبح زايد واحد تساوي K في إحداثيات مركبات A B النهاية نقس البداية نكتب هنا صفر واحد اثنان اثنان قلنا ناقس 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 إحداثيات الأل هي واحد واحد وتصبح هنا زايد واحد تصبح ماذا أبنائي؟ بكل بساطة تصبح X ناقس واحد و Y ناقس واحد و Z زايد واحد تساوي ماذا؟ مركزوا أبنائي وهنا تصبح تساوي وتساوي وتساوي هذا في ماذا؟ إذن هنا كم تعطي لكم؟ تعطي لكم ناقس واحد تصبح ناقس K وهنا ناقس واحد فيه ناقس واحد ناقس واحد واحد ناقس واحد سفر هنا تصبح هنا سفر و 2 زايد 1 ثلاثة في هذا تصبح هنا ثلاثة K ها هو التمثيل حيث K هو عدد حقيقي ها هو التمثيل الوسيطي و يمكن لكم نقل هذه القيم إلى هنا يعني لو ننقلها أبنائي تصبح هنا ماذا؟ زايد واحد وهنا زايد واحد وهنا ناقس واحد و من هذه الجهة سوف نقوم بمهيها هكذا فقط و يمكن هنا كذلك أن نكتبها كذلك ها هو التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم يا أبنائي فقط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة